السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الابتسامة اللوثوية؟ بداية هي عبارة عن بروض اللثة وارتفاع الشفاة عن المعتاد مسافة أكبر وبالتالي أطباء الأسنان يطلقون عليها ظهور أو ما يتسمى زائدة الأنسجة اللوثوية والابتسامة اللوثوية تسبب الإحراجة الكبيرة لأصحابها حيث لا يستطيعون إظهار ابتسامتهم للأشخاص الآخرين لأنهم من الممكن أن يشعروا بالخجل الشديدة وينجأوا أصحاب الابتسامة اللوثوية إلى تغطية الفم عند الضحك والابتسامة اللوثوية ليست أسنان ولثة ظاهرة أكثر من اللازم ولكن تعتبر مشكلة كبيرة حيث أن تكون مرتبطة بعيب خلقي فبالتالي من الممكن أن تستطيعون علاج هذا الأمر من الذهاب إلى الطبيب والقيام بالعلاج المناسب ولكن من الممكن أن ذلك أن يحتاج إلى الوقت والجهد الكبير جدا حتى نستطيع حل هذه المشكلة التي من الممكن تكبير الشفاء أو الأمور هذه ترجمة نانسي قنقر